في هذا الفيديو سنتحدث عن كيف نعرف التصنيف المجلة أو قوة المجلة من حيث أنها Q1, Q2, Q3, Q4 في المجلات الموجودة دمن قاعدة سكوباس ودمن قاعدة SGR أو كيف تبحث عن المجلة أصلاً أو أعرف كيف تخصصها فأنت بتكتب بحثك عن تخصص معين فأنت بتبع عايز تدور أو تحسي المجلات اللي موجودة في الفيلدي ده عموماً وفي نفس الوقت محتاج مجلة موصوقة فأنت لازم تجيبها من جوة قاعدة سكوباس وتتأكد منها من أن الرنك بتاعها متسجل وأنها موجودة فعلاً ما هيش مجلة مفترسة أنا جابها من على جوجل أو حد وصاني عليها وما إلى ذلك أنا لازم أجيبها بنفسي من جوة قاعدة سكوباس وأشوف الرنك بتاعها وأشوف تصنفها وأشوفها من جوة وأبعت لها عشان أبقى مضطمم طيب، فالنهاردة ده اللي احنا هنتكلم عليه إزاينا أختاري المجلة مناسبة حسب تخصصي وأعرف كوتها أكيد كلنا ببقى عايدين ننشر في مجلة لو على LQ2 و Q1 وانت طالع فلينا برضو الفرصة نحن نعرف دي في فيديو النهاردة طيب، أول حاجة أنا مثلا أنا دخلت L4 عادي فمن L4 أنا المفروض بدور على الجورنال فيها أو لو في جورنال عجباني فأنا بدور فيها فبنزل تحت في L4 فبختار Find Books and Journals هايجيب لي بعد كده التخصصات بتاعت الفيل دي كلها عموما يعني أنت شوف التخصص بذلك أنت كتب في إيه في البحث بتاعك فليكن أنا بالنسبة لي كيميستري فأنا هاختاره فبعد كده هو هيجيب لك الجورنال كلها اللي موجودة ضمن كالسكوبس أو ضمن إلسفير إنها نشرة في مجال الكيميا فدي كتير هم نشرين كلهم في مجال الكيميا أو الكيميستري جورنال فانت بتختار يعني شوف افتح كل مجلة وشوف منها الحاجات بتاعتها ازاي تعملها بابلوكيشن شوف اليمباكت فاكتور بتاعها هل مناسب معاك هل مناسب لكوة بحثك فانت بتشوف كل ده ويعني بتدخل لكل مجلة طالما تدخلها من جوة L4 فخلاص انت بالطمئن فليكن هادخل الكاربوهايدري سيرش المجلة دي احنا بقى عايزين نعمل اختبار لكل مجلة الرنك بتاعها مش بيبقى موجود هنا على L4 هو قال اليمباكت فاكتور بتاعها تنين وشوية يعني مجلة ماشية شوية لا بأس بها تقدر ان انت تتعملها تارجت لك ان انت تنشر فيها لا بأس بها عموما فاحنا ما عايزين نتأكد هي دي اليمباكت فاكتور بتاعها بس انا عايز اعرف اللي بتاع اسمه ايه Q1 Q2 Q3 Q4 انا عايز اعرف القوارتر بتاعها او الربع بتاعها موجودة فين فهي من حلواتها بقولك Open Access وبصراحة مجلة شكلها لطيف ممكن تعمل صمت فيرو ارتيكال من هنا لا عايز شوية جودلاين بتاعها تدخل تستكشفها كل ده مطلق الحرية لك وده تقدر انت تعمله بشكل عادي احنا هنا مهمتنا ان انا اعرفك ازاي البيبر دي اقصد ازاي المجلة دي اعرف الرنك بتاعها فهنسخ الاسم بتاع المجلة عادي اقصد قاعد سكوبس ممكن تستخدم قاعد سكوبس العادية لانتو عارفين بيبقى عندها مثلا سكوبس بريفيو ده معناها ان مش مسجل باميل جامعي بتاعك انك داخل فيها فعادي بإمكانك تبحث عنها من غير تبحث عن الزورنال فيها من غير ما تكون مسجل باميل جامعي فانت بيضغط على ريسورس من هنا فبيجيلك محرك البحث فبتبدأ ان انت ايه تبحث بقى عن الزورنال بتاعتك بتحدد من البداية ان انت تبقى داخل انت هتبحث على ايه بالسبجكت ايريا لو انت منتش عارف اصلا لسا الجورنال من البداية يعني سكوبس عاديك اختيار انت لسا اصلا مش عارف في الزورنال بتاعك او مش متارجتها فانت البحث بتاعك مثلا بيدور عن الكيميستري فانت ممكن تحدز السبجكت ايريا بتاعتك وتختار هنا المجال بتاعك ان انت هتكتب مثلا الاختيارات مثلا انا شغل في مثلا جيناتكس ار جرشل اي ان كان المجال وتختار ويجب له في الجورنال عليه لكن انا واحد ودخلت على السفير وشفت الجورنال ودخلتها وشفتها وخلاص انا اجهز عايز الجورنال بتاعتين انا عايز شوف بس الكوارتر بتاعه فان هكتب التايتل هاختار التايتل وبقول find source بقى ها احط بس لي اسم الجورنال اللي لسه نسخه وادور عليه المفروض هي تكون من ضمن بقاعدة سكوباس انها متصنفة فيها فهو جاب لي 3 جورنال واضح جدا ان هي اول واحدة اللي انا مختارها دي فانا ها مفروض انا عايز اشوف الكوارتر بتاعتها ان انا شوف مثلا كيوان كيو تو كيو سري كيو فور زي ما موجود هنا فاعمل ايه عشان اعرفها انا مثلا اول حاجة ها حدد انها تبع كيوان واعمل ابلاي هشوف لو ظهرت لي من ضمن كيو وان اذا فهي تبع انا شكلها كده من البداية قال لي منه result طيب ده معنى بقى ان مفيش مش تبع ولا واحدة منهم اصلا هي كد منهم مش تبع كيو وان فانزل اللي بعديه هعمل تراجع للخلف عشان يجيل الابحاث دي مرة تانية الجورنال دي مرة تانية وبعدين ابدأ اختار تبقى هي نفس الجورنال هي بتاعتنا اختار مسلا تبقى كيو تو واشيل العلمة من على كيو وان هند وعمل ابلاي مرة تانية من تحت يعني بتحول معاه في التلاتة تتطلع الاثنين result تطبيعين لي كيو تو اه منهم الجورنال بتاعتني اذا فالجورنال بتاعتنا تبع كيو تو ودي مجلة لا بأسة بها بصراحة انت ممكن تكون هتتعب من حيث ان كل شوية جارة بتاعتنا تلعت كيو فور في الاخر بعد كل التجرب ده في موقع تاني اسمه اس جي ار او اسمينجو جورنال اند كونتري لانك انت بس كل اللي عليك احنا لسه نسخين اسم الجورنال بتاعتنا فهنبحث في البحث بتاعها عادي باسم الجورنال ونضغط بحث فهو يجب هلق على طول جاهزة وش بكل التصنيفات بتاعتها من غير مطاعد تدور فهي واضح ان هي اول واحدة لان اللي كان اسمها كربوهايدري سرشل واحدة هتشوف الحاجة بقى بتاعتها كلها بقى كل الحاجات اللي نشورتها الفيلدي بتاعتها السبجيكت اللي بتدور عليها كيميستري اناليتيكا الارجانيك كيميستري كويسة برضى المجلة دي لبقسة بها لنص اللي تخصصها كيميا ننزل تحت خالص نشوف الرنك بتاعها هم أدا دا دا كمان طلعت Q3 اه تتطلع Q3 لي لان احيانا بتنزل الرنك بتاعها من Q2 일이 Q3 ما ادريش ان تحافز على نفس الرنك بتاعها ودا برضو الموقع دة من احد مميزاته اانا usted انها عنزل monsters Nancy Oklahoma وفي احيانا مجلات تخرج برا التصنيف وانت بتبقاش عارف فلانت بتأكد اول بأول من هنا من اللواء قاعدة SGR انك تشوف برضو هي رنكها لسه محافظة عليه ولا لا تمام ده احنا عرفنا واخدت قرارك بالنسبة للمجلة التي بعت ليها شفتوا تصنفها برضو من حلوتها نيأوبن أكسس بالنسبة لك البحثة يبقى مفتوح فطريقتين سكوباس أو تتأكد باستخدامك لSGR اللي اتنين متاحين بالنسبة لك تمام شكرا